اشتركوا في القناة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحبة إن أعظم الناس حقا علينا نحن المسلمين بل على البشرية جمعا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأنه أعظم الناس فضلا علينا لما كان أعظم الناس أو أعظم الناس فضلا علينا كان حقه أعظم الناس علينا نحن المسلمين أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى وأنقذنا الله به صلى الله عليه وسلم من النار وسيدخلنا الجنة بإذن الله الله عز وجل ذكر هذه المنة وهذه العطية وهذه النعمة في سورة آل عمران فقال لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه المنة أيها الأحبة هذه النعمة التي منَّ الله عز وجل بها علينا نحن المؤمنين ينبغي علينا أن نشكرها أن نقابلها بالعرفان أن يعترف الإنسان بهذه النعمة وأن يشكرها وإن أعظم مظاهر شكر هذه النعمة أن لا ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكره بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وهي من أجل الأعمال الصالحات التي سيجدها ثقلاً في ميزان حسناته كنت أعجب أيها الأحبة ما من شيخ ما من عالم ما من ولي من أولياء الله عز وجل في هذه البلدة الطاهرة إلا وكان له ورد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم لا يتركه أبداً بل أعجب من هذا هناك طرق طرق إلى الله أتباعها وردهم وكل وردهم هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة حينما نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نمتثل أمر الله عز وجل في كتابه الذي أمرنا به بعد أن بدأ به بنفسه سبحانه وتعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد عشنا في الخطبة الماضية أيها الأحبة شيئاً من أنوار وأسرار هذه الآية الكريمة اليوم أتابع الحديث عن هذه المعاني العظيمة معاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائلها أقول لكم أيها الأحبة مذكراً أن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما في أحسن الأقوال هي ثناؤه عليه وتشريفه وتقديسه وتعظيمه كل هذا من أجل أن يرفع من مكانته صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة وغيرهم من الخلائق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو طلب المزيد من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله طلب المزيد من الصلاة والسلام والثناء والتمجيد لرسول الله نطلبه من الله اللهم دعاء صل على سيدنا محمد أي زده من هذا الثناء الذي أثنيت به عليه ومن هذا التعظيم والتقدير والتمجيد والتشريف هذا معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينت هذا في الخطبة الماضية أيها الأحبة العلماء قالوا إن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسأتكلم اليوم عن فوائد الصلاة عليه لماذا؟ حتى نشغل أنفسنا بالصلاة والسلام عليه الآن ونحن نسمع كل ما ذكر اسمه لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فقال من ذكرت عنده فليصلي عليه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وحتى نتحفز ونجعل لنا وردا في كل يوم أن نذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء وبالثناء وبالرجاء من الله أن يزيده تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت أيها الأحبة أن العلماء قد رتبوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين فضيلة أربعين فضل للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقتصر في هذه الخطبة على ذكر أربعة منها أربعين فائدين يعني من أراد التوسع فكتبوا الشمائل وكتب الأحاديث ملأ بفضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم أقتصر منها على أربعين ذكرت منها اثنتين في الجمعة الماضية الفائدة الأولى والأعظم من صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك حينما تصلي عليه مرة واحدة الله جل جلاله يصلي عليك أنت عشر مرات الله جل جلاله يصلي عليك أيها المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا خرجه الإمام مسلم وصلاة الله عليك تعني أن الله عز وجل سيخرجك من الظلمات إلى النور لأن الله عز وجل قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة من ظلمة الغفلة والبعد عن الله إلى نور القرب من ظلمات النار إلى أنوار الجنة هذا معنى يخرجهم من الظلمات إلى النور الفائدة الثانية هي أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليك وهذه فائدة لا تقل عن سالفتها أن تذكر أنت أيها المسلم على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليك كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات صليت عليه ما معنى أن يصلي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ذكره الله في سورة التوبة حينما أمر الله نبيه فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم السكن أيها الأحبة هذا الذي يفتقده المليارات من البشر في هذه الأيام الإطراب، التوتر، الكآبة، الحزن، الغضب الداخلي السكن هو الراحة حينما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال راحة عجيبة هذا أمر أيها الأحبة لا يمكن أن يفهم من خلال كلام بل لابد لك أن تمارس هذه العبادة العظيمة فتصلي وتكثر من الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم لتشعر بهذه الفائدة العظيمة الراحة إذن صلاة الله وصلاة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وفوق ذلك وهي الفائدة الثالثة أن تصلي عليك الملائكة قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه إن من صلى علي لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دمت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة يصلون عليك من صلى عليه لم تزل الملائكة تصلي عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر من شاء أن تصلي عليه الملائكة فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنى أن تصلي عليك الملائكة صلاة الملائكة عليك وعلي وعلى كل من تصلي عليه صلاتهم هكذا اللهم اغفر له اللهم ارحمه أنت تقول اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليك عشرا ونبينا يصلي عليك والملائكة تصلي عليك اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذه الفائدة الثالثة والفائدة الرابعة والأخيرة في هذه الخطبة إذ أن فوائد الصلاة على رسول الله عظيمة وكثيرة الفائدة الرابعة الفائدة الرابعة هي ما أخرجه الإمام الحاكم في المسند في المستدرك والإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي عن أبي بن كعب القارئ الصحابي المشهور أبي بن كعب قال كان إذا ذهب ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مناديا بصوت عالي أيها الناس يسمع أهل المدينة يعني أشبه ما يكون بالتذكير الآن أو الذي كان فيما مضى على المآذن أيها الناس أذكر الله أذكر الله يريد منهم أن يستيقظوا في هذه الساعة المباركة ليذكروا الله أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة الراجفة هي النفخة الأولى التي يفن الله عز وجل بها خلقه والرادفة هي النفخة الثانية التي يحيي الله عز وجل بها عبادة ليساقوا إلى أرض الحساب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس أن قوموا فاذكروا الله فقد اقتربت الساعة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله تصوروا معي وتخيلوا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويصرخ وينادي بهذا النداء أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه من سكرات وفتنة الموت وسؤال الملكين في القبر جاء الموت بما فيه قال فقدمت إليه وقلت يا رسول الله أبي بن كعب إني أكثر الصلاة عليك وكأنه يقول أو لسان حاله يقول يعني أنا استشفاعا بالصلاة والسلام عليك أرجو الله عز وجل أن يدفع عني هذا البلاء بلاء الموت بما فيه وكذلك بلاء يوم القيامة قال إني أكثر الصلاة عليك يا رسول الله أي أكثر عليك الصلاة في دعائي لأن الصلاة على رسول الله دعاء فكم أجعل لك من صلاتي يعني إذا دعوت الله وهذا أمر أيها الأحبة غفل عنه الكثير إذا دعوت الله عز وجل فكم أصلي عليك في دعائي فقال ما شئت صلى الله عليه وسلم قال أجعل لك ربعه أي ربع الدعاء صلاة عليك قال ذلك خير وإن زدت فهو خير قال أجعل لك نصفا دعائي صلاة عليك قال ذلك خير وإن زدت فهو خير قال أجعل لك ثلثي الدعاء صلاة عليك يا رسول الله قال ذلك خير وإن زدت فهو خير رأى أن الأمر فيه خير أحسن فقال إذا أجعل كل دعائي صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال إذا أي إذا أكثرت من الصلاة عليه وجعلت كل طلبك من الله صلاة على رسول الله قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ما عد فيه هم يا صاحب الهم هم الأولاد هم البيت هم الطعام والشراب هم الأجار هم الدنيا هم الآخرة قال إذا تكفى همك تكفى همك هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثرة الصلاة والسلام عليه تزيح الهم عن العبد قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ببركة الصلاة عليه يعني أيها الأحبة فإذا أكثرنا من الصلاة عليه ضمنا الدنيا السعادة فيها وضمنا الآخرة لأنك إذا غفر ذنبك دخلت الجنة إذن أيها الأحبة إذن تكفى همك ويغفر ذنبك جربوها أيها الأحبة والله ما بدأ تجريب نحن نوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا يعني ننسى سمي الإنسان من النسيان ننسى أنه يجب علينا أن نصلي عليه وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه أيها الأحبة تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب عند ذكر اسمه هذا إجماع أيها الأحبة يعني إذا أنت ذكر أمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصلي عليه فأنت آثم آثم يجب خلفت أمرا أمره صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي عليه فعل أمر صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وتجب أيضا في التشهد في كل تشهد يعقبه سلام يعني التشهد الثاني التشهد الأول ما في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول ينتهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بس في التشهد الثاني تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي ركن من أركان الصلاة إذا لم يأتي به العبد فصلاته غير صحيحة هذا ما تجب فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتندب الصلاة والسلام على رسول الله في كل الأوقات وسائر الأحوال ولكن تتأكد الصلاة على رسول الله وتسن سنة مؤكدة في أحوال كثيرة سأذكر منها أربعا كما ذكرت من الفوائد أربعا أذكركم بالفوائد أن الله يصلي عليك رسوله صلى الله عليه وسلم يصلي عليك الملائكة يصلون عليك الله ونبيه والملائكة يصلون عليك إذا أنت صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك يكفى همك ويغفر ذنبك أما ما تتأكد فيه أوقاء في المواطن فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وراء الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذه سنة الحقيقة عند الكثير مهجورة إذا سمعت المؤذن وما في حي إلا وفيه صوت مؤذن يصدح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ليش حتى يصلي علينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة والوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله وأرجو كما قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون ذلك الواحد إذا بعد الأذان انتبهوا أيها الأحبة تسن الصلاة على رسول الله سنة مؤكدة وأيضا تسن الصلاة على رسول الله في أول الدعاء وآخر الدعاء أنا دعاء أقول لكم أنا خلال الأسبوع أسأل الناس هل تدعو الله عز وجل أنت تصلي لكن هل تدعوه ترفع يديك أو تطيل في السجود فتدعوه هل لك ورد في كل يوم من الدعاء صفا طلعا ما واجب واجب الدعاء والله أيها الأحبة واجب قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين الله عز وجل قال واسألوا الله من فضله النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه الله يغضب عليه يعني أنت حينما ترفع يديك أو تطيل السجود أو في أي مواطن من مواطن الدعاء أنت تثبت عبوديتك لله لله أنك عبد فقير أمام غناه ذليل أمام عزه سبحانه وتعالى أنت بحاجة إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ما دمت فقيرا فتمثل كما يفعل الفقير بمد اليدين والسؤال اسأل الله وإذا سألت الله فابدأ دعاءك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تماما بالخطب عبد صلوا على النبي عليه وسلم كلما ذكر ولكن نحن بحاجة أن نصلي عليه في كل ما الأمكنه يعني أحد الآباء قال لي مرة عنده عدة أولاد نسميهم محمد محمد هشام محمد سعيد محمد محمد قال لي والله ما ناديت على واحد منهم إلا وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا من الحب هذا من أداء الواجب المفروض لذلك أيها الأحبة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فلم يحمد الله ولم يصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا عجل هذا تعجل والعجلة من الشيطان عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم أي إذا دعاه الصلاة هم الدعاء إذا صلى أحدكم فليحمد الله أمر تحمد الله قبل الدعاء ثم ليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء الأمر ساكن حمد وثناء على الله صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم الدعاء وقال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء حينما تدعو الله بشيء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عم ندعي كثير لا يصعد هذا الدعاء إذا لم يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكثير من السلف إذا سألت الله حاجة فابدأها بالصلاة على رسول الله واختمها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله بجوده يقبل صلاتك على رسول الله ويصلي عليك عشرا وهو أكرم من أن يرد عليك ما بينهما من الدعاء يتقبل منك الصلاة على النبي الأول والآخر وهو أكرم من أن يرد عليك ما بينهما وتسن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه إذا دخلنا لمسجد بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك فأذا ما خرج من المسجد بسم الله الحمد لله الصلاة على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك أحسنتم والموطن الرابع أيها الأحبة وقد ذكرت بهذا في الخطبة الماضية بعد الصلاة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صباحك ومسائك هذه من السنة قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حبا وشوقا أدركته شفاعة يوم القيامة اللهم شفع فينا اللهم أكرمنا بالصلاة والسلام عليه بكثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة على رسول الله الله يصلي عليك نبيه يصلي عليك ملائكته تصلي عليك تكفى همك ويغفر ذنبك وفوائد ومن مواطن الصلاة على رسول الله بعد الدعاء وقبل الدعاء وبعد الأذان وعند دخول المسجد وعند الخروج وفي الصباح وفي المساء حديثا أيها الأحبة أختم به والآن أنا قرأته وسجلته عندي هذا أيضا من فوائد الصلاة على رسول الله صل على رسول الله اللهم صلي وسلم مبارك عليه قال عليه الصلاة والسلام إن لله سيارة من الملائكة ملائكة يسيرون في الأرض إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض هلموا إلى طلبتكم يعني هم يبحثون عن مجموعة من الناس يذكرون الله فإذا ذكروا الله هؤلاء القوم ذكروا الله معهم تسبيح تحميل تهليل فإذا دع القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا صلوا معنا الملائكة على رسول الله حتى نفرغ ثم يقول بعضهم لبعض بعض الملائكة لبعض طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم مغفورا لهم ذلك أيها الأحبة أدعوكم إن شاء الله وأدعو نفسي إلى بعد الصلاة أن نجلس قليلا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحقق المراد من هذه الخطبة يعني ليس أمر طويل دقائق معدودة نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وزع عليكم إن شاء الله أو نوزع عليكم أذكار الصباح والمساء المهمة جدا سأذكر إن شاء الله شيئا من فوائدها بعد الصلاة وعندنا أيضا صلاة الغائب عن أحد الشيوخ في هذا المسجد المبارك توفي خارج البلاد ونصلي معه إن شاء الله عن كل من توفي من المسلمين ولم يصلى عليه كل مسلم صلي توفي ولم يصلي عليه نذكره إن شاء الله في صلاتنا اللهم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البشر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كريماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الهم والغمى والكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين اللهم ببركة الصلاة والسلام على رسول الله اغفر ذنوبنا وفرج قروبنا وأعطي كل واحد منا سؤله واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون